سوف ندخل قيم بـ 1 و 1 و 1 رسالة قال لي طبعاً الديد الوقت تساوي بتربيع واحد تربيع ناقص اربعة يعني ناقص اربعة في واحد في واحد يعني واحد ناقص اربعة بناقص ثلاثة وبديد الوقت بكام بناقص ثلاثة طبعاً في بعض وحيطة كويسة جداً ممكن ننبقي لها ان فيه شاشة تسميها اميديا دي ممكن تطبع لك قيم المتغيرات ناقص ثلاثة يعني دي دلوقت تحسابه بسهولة طبعاً في البرنامج كبير ممكن اقول له هنا كده بلند دي ناقص ثلاثة يبقى ميديا تلتعب دي عبارة عن حتة لحظية تمكنني اثناء شغل البرنامج ان انا اعرف قيم بعض المتغيرات يبقى دورة بناقص ثلاثة ناقص ثلاثة طبعاً في النواقم تخيلية ما يقدرش يتعامل معاها يقوم يدي ارور لان يقول ان فانكشن بتاعت الجزر التربيعي لا تتعاملش غير مع ارقام مجابة طب ايه الحل؟ الحل ان انا لازم اعمل شرط دلوقتي اشوف دي لو اكبر من صفر اجمل ان اقصر صفر يبقى الجزور بتاعتي حقيقية احسبها لي طب لو دي بتاعتي اقل من صفر يبقى هنا الجزور تحت تخيلية ويدي نرسالة يقول لي ان الجزور تحت تخيلية يبقى لازم نعمل شرط على الدي يبقى لازم نتحدث عن موضوع جمل الشرطية الجمل الشرطية الجمل الشرطية عندنا هي ال f statement بتتكون من الصغة الاتية f وبعدين جملة الشرط then جملة جواب الشرط اذا رحتك كلها وليقيت المعيد then احتر له يبقى f وبعدين جملة الشرط وبعدين then وبعدين جملة جواب الشرط طب جملة الشرط دي صغتها عاملة ازاي؟ جملة جواب الشرط دي يعني جملة عادية ايه بتساوي بزائد c وهكذا صيغة جملة الشرط يعبرا عن مقدار اول وادات مقارنة ومقدار ثانية لان جملة الشرط يعبرا عن مقارنة بين مقدارين اداة المقارنة دي اما اكبر من greater than او اكبر من او يساوي greater than or equal او less than او less equal او equal او equal او نط equal نط equal دي عبارة عن علامة اكبر من واصغر من ملزقين في بعض علامة اكبر من واصغر من ملزقين في بعض يبقى ممكن اكتب f وبعدين نديله جملة الشرط وبعدين اقول then جملة جواب الشرط بتاعي بس جملة دي بنكتبها لو ان جملة جواب الشرط عبارة عن جملة واحدة يعني اذا رحت اكلها ولقيت المعيد اذا احضر له لكن اعترض ان جملة جواب الشرط عبارة عن كذا جملة احضر له واسمع كويس وحل الشيت ولما تروح البيت اعمل كذا وكذا وكذا يبقى فيه جمل كتيرة مش اقدر اكتبها في سطر واحد يبقى فيه صيغة تانية لجملة f ان انا بقول له جملة الشرط then وباجي اكتب شوية جمل جواب الشرط وهو في الاخر اكتب endf فايدتها ان انا اقول له الى هنا انتهت جمل جواب الشرط ويبقى انا كده بنهي جمل جواب الشرط لغاية الحتة دي لماذا انا اقول له دي جمل شرط اتجاه واحد يعني اتجاه واحد يعني اذا رحت الكلية ولقيت المعيد احضر له يبقى اتجاه له لكن هنا فيه جمل شرطية تانية f وبعدين جملة الشرط وبعدين بقول له جمل جواب الشرط في حالة الاسبات else وإلا لو جملة الشرط متحققتش يبقى جمل جواب الشرط في حالة النافي وفي الاخر بقول له endf اه يبقى هنا if الشرط then لو تحقق اعمل دول لو شرط متحققش يقفز else وإلا ينفذ دول حتى جملة الاندf تعالوا مع بعض نرجع البرنامج اللي احنا عملنا ده تعالوا نصيف الاول على وضع هذا هنعمل صيف as وهنسميه عاطف ثلاثة ونأتي هنا بعد ان حسبنا جملة الدي هنكتب له الجملة نقول له if الدي اقضر من او يساوي zero then يعني اذا الدي اقضر من او يساوي zero او يساوي او يساوي المسافات عندنا متاحة فيفضل ان انا اكتب صيغة الجملة بتاعتي بصيغة كويسة ازاي؟ بص معي يعني انا دلوقتي هروح جاي دايس tab هنا بس طبعا واضح ان التاب عنده كبيرة هنخش في قائمة option display وهنقول له ان التاب بتاعتنا اربعة مسافات فقط هندوس هنا tab واجه هنا اقول له else and if واجه هنا برضو جوه اقول له print the roots are imaginary تعالي نشوف معمول بردنك هنمش ازاي؟ اول حاجة هي يمسح الشاشة هيقرأ الاو البي والسي هيجي هنا يحسب الدي لو الدي اكبر من او يساوي صفر لبقى زور حقيقية هينزل على السبب لقيمة x1 و x2 يطبع لقيمة 2 طب واقعي لا لو الدي بقى مش اكبر من او تساوي صفر هيتطبع لعشاشة رسالة يقول له the roots are imaginary طبعا والحوظ مهم انه ممكن جملة print تكون طبع الجملة اعتراضية بس مفيش فيها variable يعني اخد بالك هنا جملة print بتطبع جملة اعتراضية و variable لكن هنا جملة print وطبع جملة اعتراضية بس وهنا جملة endf زي ما قلت ويفضل انه لو بصينا البرنامج نعرف ان دي اف ودي الالس بتاعتها ودي ال endf اللي هنا دول هما جمل جواب الشرط في حالة الاسبات ودول عبارة عن جمل جواب الشرط في حالة النفي تعال انشار مع بعض البرنامج بتاعنا كده سوف نعطيه واحد وواحد وواحد من اللي احنا قلناه سوف نكتبه لو جت عمرة تانية قلت له واحد وواحد ونقص 12 سوف نكتبه x1 equal 3 x2 equal minus 4 هذا مواضح ان البرنامج ده افضل بكتير من البرنامج اللي فات تعالوا مع بعض ناخد برامج متعددة في برنامج بيول اكت برنامجا لحساب مجموع ومتوسط خمسة ارقام يعني في عدنا خمس ارقام عايزين نحسب مجموحهم والمتوسط تعالوا مع بعض هنبدأ برنامج جديد هنيجي هنا نقول له طبعا انها مطلب ندخل خلاص ارقام follow input طبعا ممكن نسمى خلاص ارقام او نسموهم a1 a2 a3 a4 a5 ما يوجد مشكلة ما هو اسم المتغير وهو اسم المتغير وهو اسم المتغير وهو اسم المتغير وهو اسم المتغير ستة حروف او تمنح حروف لكن في الكوكبزة ممكن يصل الى اثنين واربعين حر يبقى كده قلت له اموت a1 a2 a3 a1 a2 a3 وامتغير او تمنح حرم او تمنح حرم ثم الاوف او تمنح حرم او تمنح حرم برنامج ثم تصُمت فصل عادية. نقول له average يساوي فصل عادية. طبعا نكون راح يسألني سؤال. يقول لي ايه اللي يحصل لو كتبت average هل لو كتبت average اللي هنا المتغير بالA الكبيرة هل يفهم ان هي زي اللي فوق قولك ده هو هيعدلها كمان. لو هي زيها هيعدلها طبعا هي مكتوبة غيرها. اه بص عمل ايه بص عمل ايه. لما انا خليت دي ايه كابتل راح معدل له دي. بتعال نعمل دي كده ايه سمول. يبقى هو كمان ما بيبقى اولا عنده المتغير لو ايه كابتل او ايه سمول مش فرقة معايا. وده كمان بيعدلك النفس المتغير فوق عشان يبقى كلهم نفس الحالة لو كابتل او سمول. طبعا نتعالوا نشغل البرنامج ده مع بعض. زي ما قلت نسينا برضو نعمل جملة السي اللي اس. اه هنيجي هنا نقول له ان الارقام بتاعتنا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. راح مطلع للسام بخمستاشر والابريج بثلاثة. يو برنامج ده بيقدر ان هو يحساب لي اه المتواصل بتاعة خمس ارقام. طبعا برنامج بسيط ممكن منسيفهش لانه مش مستهل. طبعا ناخد برنامج تاني كده اصعب شوية. اكتب برنامجا لحساب مجموع ومتوسط درجات فصل عدد طلاب متغير. طبعا قابل من ناخد برنامج ده ممكن ناخد برنامج زي اللي فات. اكتب برنامجا لحساب مجموع ومتوسط عشرين رقم. طبعا ناخد برنامج يحسب لنا متوسط عشرين رقم. طبعا ممكن واحد يقول هنيجي هنا نقول له دخل لنا. طبعا كبيرة جدا. طب ايه الحل بقا. ناخد بالنا من حتة. هنشرحها مهمة جدا. ان احنا هنيجي هنا نقول له. ان صم بتساوزيه. هنعمل حصالة او سندوق اسمه صم. هنخزم فيه الارقام اللي احنا عايزين ندخلها. وهنيجي هنا وقول له. ايه ايكول وين. ايه ده عدد. بيعديه للعدد اللي انا بدخله. وهاجي هنا نقول له شو بقا الحديد هان. هااااا انتر زي نمبر. وهقول له ادخله ايه. هسامي ايه بس. وهنا هكتب له. بتساوي سام زي ايه? تعالوا نفهم دي مع بعض. كننزل دول شوية. هنيجي هنا احنا قلنا له. هنا سم تساوي زيرو وهنا اي بتساوي واحد وقلت له تخلي العدد اللي هو ايه وقلت له هنا سم تساوي سم زائد ايه يعني الايه السم الجديدة بتساوي سم القديمة زائد ايه عشان نوضح الحت ديا تعالوا مع بعض طبعا هو كده ايه هيجمع ويكمل برنامج انا عايزة يرجعه بقا هاجي هنا قوله اي بتساوي اي زائد واحد ايه اللي هيحصل في انك تعالوا هنا هيخلي صم بزيرو هيخلي الاي بواحد يقرأ الرقم الاولان والي يكون سبعة ويقل صم الجديدة بتساوي صم القديمة اللي هي بزيرو زائد الايه يبقى الصم الجديدة بتساوي اي زائد واحد يعني اي كتب واحد يخلي الاي باثنين طبعا انا بقا هعمل ايه هاجي هنا اقول له جوتو عشرة شوفوا بقا الهات دين اننا لو سبتوا كده بس هيننزل ويخلص البرنامج لانا قلت له جوتو عشرة يروح لجوملة عشرة يقرأ قيمة ايه جديدة الرقم التاني ويجمحها على الصم القديمة اللي كانت بسبعة وبعدين يزود الاي طبال اي بثلاثة الرقم التاني ويجمحها على الصم الجديدة بسبعة البرنامج الى مال انهاية يبقى هاجي هنا اعمله جملة اقول له اف اي اكبر من عشرين زين جوتو عشر دعالوا مع بعض نفهم ايه البرنامج ده مع بعض كده هنيجي نقول له صم بتسوي زيرو اي طبعا ممكن نفهمه بطريقة افضل ان هنشوف الذاكرة بتشتغل ايه لو جينا امسطنا مع بعض الذاكرة اللي في الكمبيوتر هنلاقي مكونا من بوكس ازاي كده وكل بوكس فيه فوق تايتل بيكتب فيه عنوان المتغير فلو جينا شوفنا البرنامج بتاعنا هنلاقي البرنامج هنا فيه متغير اسمه صم متغير اسم ايه متغير اسم ايه فهنلاقي ان الكمبيوتر هيروح جاي اعمل لي هنا بوكس ومسميه صم وبوكس ثاني مسميه اي بوكس ثالث مسميه ايه لو جاء انتبع بيهار مع بعض هنا قال له اول حاجة صم ايكوال زيرو هيروح جاي هنا وكاتب زيرو يبقى الاي كده باقت بكام باقت بزيرو طيب هيجي هنا يلاقي الاي ايكوال وان يروح جاي هنا وكاتب وان هيجي هنا يلاقي يقول له انترز نمبر ايه يعني دخل قيمة الايه طبعا دخل قيمة الايه هنلاقي ان قيمة الايه ممكن واحد يدخلها بسرعة مثلا يعني واحد هيروح جاي مدخل قيمة الايه بسبعة وهيجي الكمبيوتور هنا يقول سام بتساوي سام زائد ايه يبقى قيمة سام الجديدة هتساوي قيمة سام القديمة ايه بزيرو زائد ايه اللي هيب سبعة يعني كيمة سام دولات هتبقى بكام هتبقى قيمة سام بسبعة بدل ما كانت بايه هتبقى سام بسبعة ايه لو جينا بصينه مع بعض هيجينا يقول له اي بتساوي اي زائد واحد يبقى اي اصلا كاتب واحد اي هتبقى بكام هتبقى باتنين جينا قال له ايف اي اكبر من عشرين هل الاي بتاعتنا اكبر من عشرين لا دا الاي باتنين يبقى لو الاي مش اكبر طبعا دي مفروض اسف مفروض الاي لو اصغر من او تساوي عشرين يعني لو الاي لسه ما وصلتش للرقم العشرين او معددش الرقم العشرين ارجع لجملة عشرة واقرا لقيمة اي الجديدة طبعا دلوقتي هيجي هو رقمة اي الجديدة ولياكم مثلا قمتها بتمانية وهيرجع هنا يقول له صام بتساوي صام زائد اي يبقى صام الجديدة بتساوي صام القديمة زائد اي يبقى الصام دلوقتي بكام بخمستاشر وهيجي يخش هنا يقول له اي بتساوي اي زائد واحد يعني الاي تبقى بثلاثة ويسأل السؤال مرة تانية هل لسه الاي اصغر من او تساوي عشرين اه لسه يبقى يرجع مرة تانية علشان تقرى الاي الرقم اللي بعد ويعود يقرف الاي ويجمع الاي ويزود الاي بواحد بل الاي ده عدد عشان يقول لي انا بقرف الرقم نمبر كام صح؟ وهنا طبعا انا قلت له ليه الاي اصغر من او تساوي عشرين بل ان اخذ بالك المعادة بين اي بواحد وبعض على الرقم الاول وبعض اي بواحد واخد بالك المعادةbrar الواحد円 ويبدو الاي بالنصغر من او باتنين البانا لان تمر الواحد رقم بواحد يبانا عايز لما الاي بعشرين معنا ان هو لسه ما اراش الرقم العشرين اذا الاي لما بعشرين هنا في الخطوة ديان معنا لسه ما اراش الرقم العشرين يبانا محتاج ارجع مرة تانية عشان نقرر رقم العشرين وياجمعه طبعا مسألتي كده خلصت هاجي بعد كده اقول له سام بيساوي افرش بيساوي سام على عشرين واشغله تعالوا نشغل كده مع بعض هنقرر هنقرر مسعى واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر مش مشكلة خمشان مرتين تمامتاشر تسعة تاشر عشرين رحمة الله لو اقال ان الصم بمتين وتسعة والأفرش بعشرة بوينت اربعة خمسة يعرفنا مع بعض فكرة الصم ازاي ان احنا بنجمع بعض البرامج ايه بعض المتغيرات مع بعضها طبعا ده اوتر كتير من انا اكتب ايه وان ايه لغاية ايه عشرين طبعا ده ممكن يشتغل لمجموع مية رقم ان انا هخلي دين مية وهخلي الصم دي على بيه الف رقم خلي دي على الف وخلي دي على الف كلام طبعا واضح نرجعه مرة تانية الى عشرين اللي هو البرنامج بتاعنا واضح طبعا ان الكلام ده بسيط جدا طب تعالوا مع بعض ناخد برنامج اخر يكون صعب شوية اكتب برنامجة اللي حساب مجموع ومتوسط درجات فصل عدد طلاب متغير يعني عدد طلاب معرفوش ما البرنامج اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي البرنامج اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي ده معروف عدد طلاب عشرين يجمحه اربعين يجمحه لكن عدد طلاب متغير طبعا مش ينفع هنا ان انا احط جملة اف مش ينفع هنا ان انا احط جملة اف معتمدة على العداد مش ينفع هنا ان انا احط جملة اف معتمدة على قيمة العدد لان ما اعرفش هيوصل اللي كان طب ايه الحل ممكن نعمل برنامج تاني بس ناخد بالنا منه لانه يعني فيه درجة شوية من الصعوبة انا مش اشتغل بنظام العداد سيحصل على السطر من حط قبل منه قوتيشن قبل السطر معناه ان انه مش مش شغل قوتيشن قبل السطر معناه ان انه مش ايه مش شغل انا هنا قلت له دخل قيمة ا وهنا قلت له وانه قلت له ايه اصغر من عشرين ليس انفع سؤال هنا هنسأل سؤال تاني خالص الفكرة كلها يجب ان يكون عنده يحكم نهاية البرنامج انا لو جيد بسيط على البرنامج هو عايز يجمع درجات طلاب هل ممكن درجات الطالب تبقى بالسالب لا ممكن يبقى انا ممكن ادلوا بسالة في الاول خالص سنقوم بعمل جملة ونقوم بعمل جملة ونقوم بعمل جملة ستتحاول دلوقتي لجملة يعني ممكن توفيرا في الوقت بدلا ما كتب كلمة برنت ممكن ان ادلوا علامة استفاهم فهكتب له علامة استفاهم هقول له when you finish enter minus number اه يعني لما تخلص دخلي رقم بالسالب كمبيوتر سنقوم بعمل شرط على الموضوع الرقم السهل فنجد هنا نقول له اف لو ايه اكبر من او تساوي زيره زين جوته عشرين او جوته عشر يجب ان اتفاهم يجب ان احصل على هذا يجب ان اتفاهم الاسم يجب ان ايه اكبر من زيره يجب ان اتفاهم يرجع ايه مرة اخرى هناك مشكلة خطيرة عندنا هنا عندما احساب الافرش كان المفروض ان انا اسيب العداد بتاع الاي عشان في الاخر يدين الاي عدد الارقام اللي انا دخلتها بس قد بالك معين ان هناك مشكلة نجب ان نفهم قليلا الارقام اللي او ا liver ايضا ايضا اي hold on ايضا 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 اي ضا ايضا اي واحد ده اي Helix ايضا اي ايщё باب عита ايضا اي بباشرة القربية الترساية الكبيرة. لن يجعرل لأمرة ثانية كبيرة. لما يجي الدخل لرقم الاب الأخير. مثلا الدرجة بسبعة. سابعة سيسئل صم زائد ا. وتساوي ا زائد واحد. يجي هنا يقول له ف ا أكبر من زيرو. إرجعتنا لجملة عشرة ويقول له انتر زا نمبر هيروح مدخل له هنا ناقص خمسة مثلا. لا ترجع بالسلم عشان لن يخلص البرنامج. لو جينا بالسلم خمسة هيقول له سم بتساوي سم مينس خمسة. يبقى السم اتطرح منه الخمسة. اتطرح منه الخمسة. وهي طبعا مشكلة ان المفروض السم دي من غير الخمسة. طبعا والاي هيساوي اي زائد واحد. يبعد كمان الرقم اللي انا انهيت بالبرنامج. اللي هو الرقم السالب اللي غير اللي مش داخل معاه في الحزبان اصلا اتعاد. يبقى انا لازم هنا هقول له سم بتساوي سم ناقص ايه? واقول له اي بتساوي اي ناقص واحد. الجملتين دول انا عشان يطرحولي. هنا دي تطرح للرقم الاخير السالب اللي انا دخلته. انه الجامعة هنا من غير ماخد باري. والاي كمان يطرح لي منها واحد. وهاجي هنا اقول له سم بتساوي سم على اي. تعالوا مع بعض ان نشغل البرنامج ده. ونشوف هيعمل ايه؟ هنقول له ران ستارت. تعالوا اندخل كده اربع ارقام عشان نعرفهم. هندخل اتنين. واربعة. وستة. وتمانية. طبعا واضح ان المجموع بتاع دول عشرين. والافرج بتاعهم. طبعا هم مفروض اندخل رقم رقم. يعني اتنين. اربعة. ستة. تمانية. لسا بلو انت رزاهم هنقول له ماينس تو. او ماينس فايف. راح اقيل ان الصم بعشرين. خد بالك انه ما جمع دوله ما جمعش ده. هو في الحقيقة جمعه. وبعدين طرحه. وبعدين طرحه مرة تانية. وهو طلع لي ان الافرج بخمسة. لانه اسم العشرين على اربعة. مش على الخمسة. لانه ما عادش الاخر الاخير ده. طبعا كممكن ديه تعمل بكزا اسلوب. يعني كممكن احنا هنا بعد ما ندخل الايه. قبلك معي. هنقول له اف ايه اكبر من او تساوي زيرو. زين. السم بتساوي سم زائد ايه. والاي بتساوي اي زائد واحد. وقال له هنا جوته عشرة. وقال له اند اف. ونلغي دول. يبقى الفكرة كلها هيعمل ايه. هو هيقرأ ايه. يشوف لو ايه اقومنا نصو صفر يجمعها. ويزود الاي بواحد. ويروح له جملة عشرة. ويروح له جملة عشرة يكرر تانية. طب افرد بقى ان الايه مش اكبر من صفر. يعني الابس سالي. هيروح نزل عند جملة الاند اف. ويبدأ يكمل بقية البرنامج. تعالوا كده نشغل البرنامج ده كده. نفس القيم. اثنين اربعة ستة تمانية. ناقص خمسة. ويبدأ البرنامج بقية البرنامج بقية البرنامج بقية البرنامج. اكتب برنامجا. لحساب مجموعة و متوسط الأرقام الفرديه من chyba 15 حد91. اكتب برنامجا لحساب مجموعة و متوسط الأرقام الفرديه من chyba 15 حد91. تعالوا مع بعض نشوف هنجي برنامج جديد الاي هنقول انه هو العداد بتاعنا بزيرو هنجي بواحد والن اللي هو النمبر بخمست واشر وهنجي نقول له هنا السم سم بتساوي زيرو وهنا اقول له سم بتساوي سم زائد ان وهنا اقول له ان بتساوي ان زائد اثنين والاي بتساوي اي زائد واحد ركز معي ان هنا ايه قلت له السم بزيرو عشان اصفر السم والاي بواحد ده هو العداد اللي هي عديلي الارقام طب عديهم ليه لان احساب المتوسط عندما عايز احساب المتوسط بلازم اعرف عددهم طيب يبقى الاي بواحد لان احساب المتوسط طيب ان اقوم بتساوي سم زائد ان حشان يجمع اللي الان دي على السم والان بتساوي ان زائد اثنين حشان تضيف ويجمع الارقام الفردية طب عايز اجمع كل ارقام توان تبقى ان بساوي ان زائد واحد طيب والاي بتساوي اي زائد واحد وهاجي انا اقول له اه طبع ممكن نخلي اي هنا بزيرو عشان في نهاية المرحلة دي يبقى هو كده ارى الان اللي جمحها هي الان الاولانية والاي بواحد ولما يدف مرة تانية الان التانية يبدو اي باتنين هنيجي هنا بقى نسأله نقول له اف ان اقل من او تساوي واحد وتسعين زين جوت وعشرة يبقى هيروح رايح هنا لجبلة عشرة وهاجي هنا اقول له افاريج بيساوي سم على اي وهقول له هنا بريند سم بتساوي فصلة منقوطة سم وفصلة عادية بقى افاريج بيساوي فصلة منقوطة اي في تعال ان شاء الله مبارد برنامج كده راح مطلع للصم ب 2076 والافاريج بتاعنا بتالاتة وخمسين واضح طبعا ان البرنامج ده ما كانش فيه امبوت لان الامبوت بتاعته من جوا يعني المتخلات بتاعته داخله جوا ده كده برنامج كويس ان احنا عملنا البرنامج اللي فات ده كممكن نعمله اللي هو بتاع متواصل العديد الفردية من 15 ل 91 كممكن نعمل بصورة بسيطة جدا ايه الصورة دي تعالوا نشوف مع بعض لدينا شيء اسم جملة التكرارية انه ساعات اعوز ان انا كرر بعض العمليات عدة مرات فبنيجي الجملة التكرارية عندنا هنا في البيزيك اسمها جملة فور فبنيجي نكتب له فور ومسافة اي ايه ده اسم المتغير الذي يأخذ القيم اللي هتيجي اي وان القيمان البتدائية اي اي تو هي القيمان البتدائية ستاب انك انك دي اللي هي الزيادة في الترقيم الاي ده رمز المتغير اللي هي يقرره لي الاي ده بياخد قيم قيم البتدائية اي وان حتى اي تو بزيادة انكريمنت وبيقعد هنا اكتب له الجملة اللي عايز اكررها واقول له هنا نكست اي حيث انا نكست اي دي الاي طبعا هو نفس المتغير اللي فور نكست اي معناها ارجع مرة تانية للفور وكرر لقيمة الاي تعالوا مع بعض نشوف البرنامج اللي احنا عملناه الاخير ده ممكن نعمله بصورة اصدرف هنحفظه باسم تاني خد بالك معي هنيجي هنا بدل اللي دي هنقول له فور ان بتساوي واحد بتساوي خمستاشر تو واحد وتسعين استب اثنين يبقى ان هنا بتاخد قيم من خمستاشر الواحد وتسعين بزين اثنين هنلغى بقى قيمة الان دي وهنلغى حقية العشر لان هو الواحد ويقرر الجملة دي الواحدة بتقرر اقول له سم بتساوي سم زائد ان وي الاي بتساوي اي زائد واحد وهاجه يقول له هنا نكست ان ونلغى الجملة دي كمان طبعا منوضح ان دي اظرف لكتير ايه اللي يحصل هنا بقى اركز معي؟ اول حاجه هيمسح الشاشة هيكتب له سم بتساوي زيرو اي بتساوي زيرو يبدأ يكرر الان من خمستاشر لواحد وتسعين بزائد ان يعني الان هنا تاخد قيمة خمستاشر وينزل له سم بتساوي سم زائد ان لها بخمستاشر والاي بتساوي اي زائد واحد نكست ان يروح راجع مرة تانية يخلي الان بخمستاشر زائد اثن بسبعتاشر ينزل الان بسماعتاشر يحسب الجملة دي والجملة دي وينزل ال sonst يروح راجع مرة تانية يقوم يلفيlett الفيط ل semiconduصية الان بث jewelry edge 2123 لغاية ما يخلي الان بـ 91 يشهد الان ب details ويجمعها ويقوم تفضل ال i존에 أول هوبط met لجملاة nest n يقوم مرة تانية my Ale والجملاة van يقوم يعرف انهم لا يكمل شلاف يقوم يتكمل البرنامج ويحسب الأفريج والصم تعالوا مع بعض ان نشغل البرنامج ده حسب للأفريج الصم والأفريج زي ما حسبناهم في المرة اللي فاتت نظر من الكلام بسيط ويبقى جملة الفور دي جملة مهمة جدا وزي ما قلت برضو بندخل الجملة التكرارية لجهوة عشان يميز ان دي جملة الفور لوحدة طبعا بما اننا اتعرضنا الى الجملة التكرارية هريد ان نخش مع بعض على موضوع مهم جدا اللي هو موضوع المصففات لو عايزين نعمل المصففات لان زي ما قلنا ان احنا عندنا دلوقتي لما كنا بنجمع خلص ارقام سميناهم اي وان اي تو اي سري اي فور اي فايف لو عايزين نجمع ميت رقم ونحتفظ بهم مش معقول بقى نسميهم ايه لغاية مية لما بنعملهم مصففة اول حاجة بنكتب توصيف المصففة بالمكتب جملة دم اسماء المصففات المطلوبة توصفة يعني مثلا ايه دم دم دي طبعا اختصار ديمانشن دم مسافة ايه بين كوسين خمسة يبقى الايه دي عبارة عن مصفوفة عمود في خمس عناصر البي اربعة وخمسة يبقى دي مصفوفة مصفوفة مستطيلة عدد الصفوف فيها اربعة وعدد العميدة فيها خمسة السي اثنين وثلاثة وخمسة دي معناه انه مصفوفة سري ديمانشن عدد الصفوف اثنين عدد العميدة الثلاثة عدد العميدة الثلاثة اللي وراء بعض بخمسة تعالوا مع بعض ان نشوف لو عايزين نعمل برنامج لجمع مصفوفتين الـ لابد الصفوف فيها حيث يعني اي عميدةGreat 奥 التصففن كي تساوين لابد العميدة اولا هنأتي هنا ونقرر فور اي بتسوى حدثي 10 نقرر فور اي بتسوى حدثي 10 ايه يدخل الورسالة يقول له دخل ماتريكس A ويأتي هنا نقول له input A of I يبقى اللي يحصل هنا ان هو هيتقيم الورسالة يقول له enter to matrix A وبعدين يبدأ يقرر عشر مرات يدخل لي او ممكن نخليها خمسة عشان خمس مرات يدخل لي قيمة A و A1 ملحوظة مهمة في جملة loop لو انكريمنت بواحد لا تكتبش الستيب يعني لو الستيب دي ما تكتبتش بيفهم ضمنيا من زيدة واحد يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني لما تكون بواحد يبقى بزيدة كان مش ايه بزيدة واحد يعني ايه هنا تاخد قيم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يبقى الايه لما تكون بواحد يبقى input A1 ايه بثنين input A2 ايه بثلاثة input A3 A4 A5 مواضح؟ نفس القصة هناخد دول كده وننزل بهم هنا ونقول له دخل المصفة بيه يبقى احنا كده ايه دخلنا طيب عايزين بقى نحسن المصفة C ايه بردو كله بفور مدام بنتعمل في المصفاتي يبقى كله بفور حاجة هنا اقول له C بتسوي A زائد B اخذ جزء وننسخ بعدما اضغط من جديد عندنا طبعا هنا زي ما هو معروف في الـ edit الـ edit الـ ctrl c c ctrl v احنا كده حسبنا C ايه بردو كده هنيجي هنا كده هنيجي هنا كده ونقول له ايه بردو كده الجزء الاول الجزء الاولاني جزء التاني جزء التاني جزء التالي جزء الرابع في المصفاتي اخذ بالك كل حتة فيها فور لاني وانا بدخل بقرر ان بدخل خمس عناصر مش حنصر واحد وفي ادخال المصوري برضو جوا فور وفي الحساب جوا فور وفي الـ print جوا فور تعالوا كده نشتغل run start قال لي انترزا متريكس A هقول له 1 2 3 5 انترزا متريكس B هنفرض انها 10 12 13 14 15 12 14 16 18 20 لو عايز اطبع المصفة C على هيئة صف واحد سهلة هنيجي هنا ونقبل له فصلة 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 ده الفصلة دي كانت تربط بين متغلاته وبعضها اقول لك امه اللي هيحصل هنا ايه انه هيجي الاي بواحد امه c1 كومة يفهم الكومة دي ايه ان اللي هيجي بعد كده هيتطبع معي في نفس السطر من اول سكتور جديد نحن قلنا في فرق بين الفصلة والفصلة من قوطة فلما يلاقي في الكومة يعرف ان اي جملة برينته تأتي بعد كده يطبعها في نفس السطر يبقى لما يلاقيه ويخلل i باثنين يطبع لسيتو في نفس السطر ويطبع كومة تعال نشوف دي مع بعض كده واضح ان هنا ضغطنا enter زيادة واضح ان هنا ضغطت قده منها واضح ان هنا ضغطت قناة 12 واضح ان هنا في نفس السطر واضح ان هنا ضغطة يبقى دي جملة حتى مهمة جدا ان ممكن جملة البرنت يكون فيها فصلة منقوطة في اخيرها ودي تعني ان جملة البرنت اللي جاية بعد منها هتطبيع لي في نفس السطر طبعا ان حمارنين كان بيحسب مصفوفة خمسة طبعا ان تقول لي اما انت قلت ليه هنا ايه بعشرة يعني ان حجزت عشر مخازن للمصفوفة ايه وعشر مخازن المصفوفي وعشر مخازن الفصاصي بس انا استخدمت منهم خمسة بس انا احجز مصفوفة مقاس المصفوفة ثلاثة واحد ثاني يقول لنا احجز مقاس المصفوفة ثلاثة طبعا اول حاجة نقول له input enter the size of matrix ونسمي ان يعني في الاول هيسأل انت عايز المصفوفات الكام ونحجز متغير بالمصفاء ان هذه المنزات الكوائد كاملة ممكن تحجز مكفي من المتغير مثلا اول مصفوفات مسافية يقوم اصحفة نجل واحد برب Punjab نوقف برنامج ونرجع هنا نعمل دي سي ال اس عشان نشغل البرنامج بتاعنا عشان نمسح المصفل اه بيقولك انتر زا سايز اوف ماتريكس تلاتة مثلا واحد اثنين تلاتة انتر زا ماتريكس بي اربعة خمسة ست راح طبعهم في نفس السطر لان احنا طبعا زي ما قلنا ان احنا مديين فاصلة منقوطة خمسة سبعة تسعة طبعا ممكن لو واحد تاني شغل البرنامج بتاعه على مصفوفة على سايز اربعة سايز ستة سايز سبعة مش هتفرق هنحفظ المسألة بتاعتنا دي هناخد برنامج تاني اصعب شوية يعني اعزين نجمع مصفوفتين بس مصفوفتين مستطيلتين السي بتسوي ايه زئد بي خد بالك معي بقى هنا لان الحتة دي مهمة شوية هنحفظ البرنامج بتاعنا باسم تاني اللي هو عاطف تسعة دلوقتي مقاس المصفوفة انو ام مش رقم واحد يبا لازم هنا نقول له انتر زي سايز اوف فريكتانجولار ماتريكس ولما نيجي نحجز هنحجز هنا دي انو ام وانو ام واحد يقول لي طب ازاي بقى هنقرى المصفوفة اللي هي مستطيلة هناشتغي هنا لفور الثانية ج بدتسوي واحد وام واحد وام هنقرى دي مع بعض اخذ بالك معي لانحتة دي مهمة جدا ان ان عايزة اقرى مسوفة مثلا لان مصوفة ث eres اربع فالن بثلاثة والام باربعة. اللي هيحصل هنا ستتغير من واحد لثلاثة والج تغير من واحد لاربعة. اول حاجة هيجي للفور هنا يخلي الاي بواحد. وينزل هنا يخلي الاج بواحد. ويقرأ العنصر اي واحد وواحد. يجي يعد على مين؟ على ناكز ج الاقرب. الشخص هناك ناكز ج الاقرب لانكز ج الاقرب يردي على مين؟ ناكز ج الاقرب لاناكز اي قرب الانكز لا الاقرب. كما قلنا. يروح نازل هنا ويغير قيمة الاي يخلل الاي باثنين. يبقى كده هو يقرأ في الصف الثاني. العملية هذه محتاجة توضيح شوية. تعالوا مع بعض ان نشوف كده الكلام ده في الزاكرة. احنا دلوقت يبقى فيه عندنا. تعالوا نبص مع بعض على الزاكرة بتاعتنا. ادي الجزء من البرنامج اللي احنا عايزين نكون نتكلم عليه. الزاكرة عامدنا في متغير اسمه ان وام و اي و جي. نحن ندخل نصف 3 في 4. فمتغير ان يبقى الان بثلاثة والان بثلاثة والان بثلاثة. يعني لو اخذنا كده. هنحط دي جنبها كده ثلاثة. عشان نفتكرها. ونحط دي جنبها اربعة. نحن 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 نح نيكس جي يتجح جي بطريقة تزيده بوحد حيث يجي جيته في كام؟ بثنين يجي هنا يكتب لنه جي بثنين ويجي يقول له أم لعنصر واحد وثنين يقرى العنصر اللي في الصف الأولاني والعموداء التاني وبعدين نيكس جي يخرج جي بتلاسة ويقرأ العنصر A واحد وثلاثة. وبعدين يخلي G ماربعة. ويقرأ عنصر A واحد واربعة. ويطلق يخلي G بخمسة. لكن مشكلة لما يخلي G بخمسة زي ما قلنا سيجد انها زادت عن قيمة الام اللي هي قيمة النهائية. هيروح نازل ويمكمل بعد النكست. يجي يكمل بعد النكست يخبط في نكست آي. يوم راجع يخلي الآي باثنين. الآي باثنين. ويبدأ ينزل يشتغل. يلاقي فرقة G من جديد من واحد لاربعة. يوم يخلي G بواحد. ويقرأ العنصر A اتنين وواحد. في الصف الثاني والعمود الاول. ويفوت على النكست J يخلي G باثنين. يبير العنصر A اتنين واثنين. يعني هو بياخد قيمة من الآي ويقعد يلف جواه على الجي. ويخلص اللوب دي يطلع يفوت على النكست آي يرجع تاني يدي قيمة جدا للآي ويلف تاني للجي. واضح؟ يعني دلات الآي باثنين هيبدأ يلف جي باثنين والجي باثنين والجي باثنين والجي باثنين والجي باربعة. اول اللي يجيب على طبق بخمسة لها عدة القيمة النهائية يرجع يروح جايمي يخلي هنا كده الآي بثلات ويرجع تاني يفوت على النكست J يخلي جي بواحد باثنين بثلاثة باربعة خد بالابعة من الحالة اللي جاء دي بخمسة يجي بقى يخلي نكست اي يخلي الاي باربعة اول ما يخلي الاي باربعة يعرف ان هو كده ايه عدد قيمة دي وينزل يكمل بعيد البرنامج اظن ان دي كده وضحت شوية موضوع الفور اللي هي على تو ستيبس نفس اللي احنا عملنا هنا هنعمله للمصفوفة التانية اللي هي البي ونفس الكلام هنعمله في الحساب فكل حاجة باتنين لوب ونفس القصة برضو في طباعة المصفوفة سي تعالوا مع بعض ناخد مصفوفتين اتنين في تلاتة وينجمعهم مع بعض هندخل دلوقتي المصفوفة ايه زي ما هي قدامنا كده مصفوفة اتنين في تلاتة ومصفوفة ايه زي ما هي قدامنا اتنين في تلاتة هننشوف مع بعض الشغل برنامجة تاعنا قاله أي انتر زي science وفركةانجولر هنقول لاتنين في تلاتة انتر زي ما هي اتنين في تلاتة انتر زي ما هي هندخلهم بقى صف صف كل صف الاولان هون واحد نين في تلاتة وبعدين خمسة نقص واحد اربعة انتر ما هي ببارد نفس القصة اربعة خمسة ستة نقص ستة اتنين ثلاثة. رأينا صفا سي بخمسة سبعة تسعة ناقص واحد واحد سمعة. طبعا في مشكلة ان هو طبع حالي مش على صورة مصفوفة. ممكن نعمل دوقتي حركة مهمة جدا في البرنامج بتاعنا. وهي ايه. اخد بالك معين. واحد يولي طبعا نحط هنا كمه. اه في مشكلة بقى. تعالوا نشغل كده. طبعا ممكن نشغل اخد بالك ندوس على اف خمسة. مقاس المصفوفة اثنين كمه ثلاثة. المصفوفة واحد اثنين ثلاثة خمسة. نقص واحد اربعة. المصفوفة التانية اربعة خمسة ستة نقص ستة اثنين ثلاثة. طبعا هم لكلهم في نفس السطر. طبعا السطر ما قضاش ستة عناصر. فطبعا للسبعة. طبعا هايزين بقى نعمل حاجة كده واحد تلاثة ما نعملها فصلة منقوطة. لا. ما هو كده برضو هيعمل لنفس القصة. هيتضبحون قريبين من بعض. بس كله في نفس الصف. طبعا ممكن نعمل هنا. ادوس هنا جملة برنت بس كده. اخد بالك اللي هيحصل هنا. هو هنا هياخد الاي بواحد. وياخد هنا الجي بواحد ويطبع سي وان وان. وبعدين كستة اي وفي فصلة منقوطة. سي وان وان يخلي الجي باتنين يطبع لي كمان في نفس السطر سي وان تو. الجي بثلاثة سي وان س شهر نفس السطر. يجي بقى خلص النقست دي وعيز ينزل اللي يجيب من نقلة اي و يطبع برنت عادية من غير فصلة منقوطة. trained العادية من غير فصلة منقوطة سيقطاع لي. التالي بتاع فصل اللي تستعمل. بتخلي جملة bịت اللي جاية. تطبع في نفس السطر. لكن عندما يطبع برنت سيطبع جديد ان يger how to bebe in between åk. ويطبع في نفس السطر جديد. للنقايت السطر والangerlтор سيقوم بكتين. touch a Kebli Sachs は some of Neaxe. المقاس 2 في ثلاثة وواضح انه طالع على هيئة مصففة طبعاً كده ده حاجة كويسة جداً هنجد نشوف مع بعض كمان شوية بعض البرامج الأصعب في موضوع المصففات لان تم المصففات لان تم المصففات تتعطى الروح البرامج